ساعات حاسمة ينتظر العراقيون مرورها بين مترقب ومتأمل بين متحمس للمشاركة في الانتخابات وبين متردد لم يتخذ قراره بعد انتخابات نيابية تحمل الكثير من الاختلاف الذي يميزها عن سابقاتها لأنها ستجري للمرة الأولى من دون حظر تجوال ومع مظاهر أمنية وعسكرية هي الأقل من حيث الكم لكنها الأفضل نوعا وجدوى بحسب ما يلاحظه المواطن في الشارع لكن السمة الأبرز في هذه الانتخابات أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو أول رئيس حكومة لا يخوض الانتخابات بل أنه لم يؤسس حزبا يتنافس من خلاله مع الآخرين في سابقة تضعه في خانة تميزه عن جميع سابقيه وتضعه بعيدا عن كل ما طال سابقيه من شبهة محاولة كسب الأصوات الانتخابية وتسخير موارد الدولة لصالح شخصهم وأحزابهم أود التأكيد على أنني نأيت بنفسي وفريق الحكومي عن الدخول كطرف منافس في الانتخابات والتزمت بعد من الحياز لطرف أو مرشح أو حزب أو جهة سياسية ولزيادة جرعة الطمأنين لدى المواطن قبيل انطلاق التصويت العام تجول الكاظمي في شوارع العاصمة في يوم التصويت الخاص وظهر بين البغداديين في أحد المطاعم بزي غير رسمي ومن دون قطع للشوارع الجانب الأمني كان حاضرا في جدول أعمال الكاظمي حيث أجرى لقاءات جمعته بعدد من القادة الأمنيين دعاهم خلالها إلى تأمين الانتخابات وحماية المواطنين أولا وضرورة أن تقف القوات الأمنية موقفا محايدا بعيدا عن ممارسة أي ضغوط لدعم هذا المرشح أو تلك الجهة السياسية اليوم قراركم تأخذوا أحدكم محد مئة ثلاثة عليكم صعيم مستقبل أبناكم ومستقبلكم موقف الكاظمي فضلا عن الإجراءات الأمنية والسلاسة التي مضت بها عملية التصويت الخاص من جهة والعدد الكبير للمراقبين المحليين والدوليين لسير الانتخابات تركت بمجملها لدى المختصين بالشأن الانتخابي انطباعا يشير إلى زيادة رغبة المواطنين في المشاركة بالاقتراع العام وبالتالي يوثق نجاح الكاظمي وحكومته في الإيفاء بما تعهد به بإجراء الانتخابات المبكرة وصولا إلى التغيير المنشود لملايين العراقيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر